الراديو 9090 هواها مصري الصدارة من تحت أقدام برشلونا المباراة انتهت بفوز ريال مدريد زي ما قلنا 2-0 عن طريق فينيسيوس في السجل في الهدف الأول في الديئة 71 قبل ما ماريانو دياز اللاعب اللي شارك كبديل يسجل الهدف الثاني وهدف قتل المباراة في الديئة 92 بعد نزوله بخمسين سانية علشان يبقى أسرع بديل في تاريخ الكلاسيكو يسجل بعد خمسين سانية من نزوله أو من مشاركته في المباراة المباراة من وجهة نظري الشخصية المباراة تقسمت على شوتين الشوت الأول كان برشلونا أفضل بكتير لأن ريال مدريد ساب له المساحات وسب له الاستحواز وكان بيلعب بالنار من وجهة نظري الشخصية لأنه كان بيلعب دفاع متقدم شوية وما فيش حد يعمل قدام برشلونا كده لكن برشلونا ما قدرش يستغل للأخطاء اللي ارتكبها ريال مدريد ويترجمها لأهداف أو فرص حتى حقيقية يقدر يسجل منها انتهى الشوت الأول بالتعايد السلبي يغير زين الدين زيدان من اسلوب لعبه ومن فكره أنه بدأ يضغط ضغط متقدم أو ضغط عالي زي ما بنقول على لعبي برشلونا علشان يحرم برشلونا من دخول التلت الدفاعي بتاعه اللي هو التلت الهجومي بتاع برشلونا ويحرم لعبي برشلونا من تمرير الكرة مش عاوز أقول للسلاسي الأمامي لأنه سيتيان مبارح لعب 4-3-3 كانت 3 اللي قدام ماسيو جريزمان وفي دال في ظل غياب لويس سوارز فكان زيدان اشتغل على أنه عاوز يحرم برشلونا من توصيل الكرة للسلاسي الأمامي وده نجح فيه بشكل كبير جدا حتى أن الناس كلها كانت بتتساءل وكأنها اسكوطات في الكلام طبعا من جمهير ريال مدريد فيم ميسي محدش شاف ميسي لأن الكرة ما وصلتش لميسي كتير وده طبعا يعكس لك قديه حجمه وقيمة ميسي وخطورة ميسي ويعكس لك قديه نجاح زيدان فيه تنفيذ فكره بعدم إيصال الكرة للمزعج ميسي بالفوز ده ريال مدريد طبعا لأن ريال مدريد كان عنده دافع كنت حاسس وأنا بتفرج على المباراة أنه كانوا بلعبوا مش عايز أقول بغل يعني أما كانوا بلعبوا بحماس وكتال غير طبيعي لأنه كانت هتبقى ضربتين في الراس توجع وضربتين كمان الدربتين كانوا هيبقوا في سانتياجو برنبي وانتوا عارفين أنه هو تعرض لهزيمة في يوم الأربع أمام من سيتي في دوري أبطال أوروبا بعد ما تقدم بهدف رجع وخسر المباراة أمام من سيتي الإنجليزي أو منشستر سيتي الإنجليزي بقيادة جوارديولا اتنين واحد كان سجلهم جابريل جيسوس من ضربة راس بهدف مسير للجدل وكيفين دي براين من ضربة جزاء فكان هتبقى الضربة التانية في أقل من أسبوع وعلى ملعبك وأمام برضو غريم هتبقى مزلة شوية لريال مدريد وكانت ممكن يعني زي ما بنقول كده في أورف الكورت القدم تبقى ضربة قضية للموسم بالنسبة لريال مدريد لأنه خلينا وقعين الفرص أصبحت أكبر لمن سيتي في التأهل على حساب ريال مدريد لأن ريال مدريد أصبح مطالب بالفوز على من سيتي هناك اتنين اتنين صفر ودي حاجة طبعا صعبة وأعتقد أن المباراة هتبقى مش سهلة لأن الأداء اللي أدى والحماس اللي اللعب بيه من سيتي صعب يفرطه في المباراة على أرضهم بعد ما عملوا النتيجة الإجابية دي في مباراة الزهاب وكمان مباراة كان ممكن ريال مدريد يخسر مش هقول نفسيا لأن برضو الفرق ما كانش هيبقى اللي هو الفرق اللي خلص اللي خلص الدوري لكن نفسيا كانت هتأثر جامد جدا على لعيب ريال مدريد إلا أن ريال مدريد تاني شوت أظهر شخصيته الحقيقية وقدر يفوز على برشلونة اتنين صفر وقدر يحتل صدارة الدوري الإسباني بفارق نقطة عن برشلونة